مبروح عبدالله أجمعين اللهم أمين وعدناكم أن نتكلم عن فقه النساء واليوم إن شاء الله نتكلم على الحلقة الثانية في المهر المهر هو صداق المرأة ما يدفعه الزوج لزوجته من المال عند زواجه بها المهر العلماء بيعرفوه ويقولون هو اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطئ ذلك أن الوطئ المطلق في دار الإسلام لا يخلو عن مهر محدد يعني في بلاد الإسلام أو بين المسلمين كما معروف ومتعارف بين الناس في أعراف زي مثلا بلاد الشام مهظمها بتجوز المقدم دائما دي بقى دينار إيه دهب دهب المقدم دائما إنما المؤخر بيبقى ليه أسماء أخرى في اللغة العربية العرب سموا المهر أسماء كثيرة جدا وكذلك في القرآن الكريم سموا المهر وسموا الصداق وسموا النحلة يعني الهدية أو العطية أو الفريضة أو الأجر وليه أسماء أكثر من ذلك في الشرع قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية يعني هدية وفي سورة النساء أيضا قال فآتوهن أجورهن فريضة الأجور اللي هي المهر اللي هو المهر المهر هذا يكون أثر وحكم من أحكام النكاح الصحيح يكون زواج سليم أي زواج لابد له من أركان زوج وزوجة ومتوافقين بينهم الإجاب والقبول إجاب وقبول وللزوجة ولي للزوجة ولي الولي بيكون من العصر من العصر يعني أبوها أخوها عمها من العصر وصيغة ومهر والمهر هذا حتى لو لم يفعلوه بيتدارك بعد ذلك إن شاء الله بيتدارك بعد ذلك هو واجب على الزوج الزوج هو اللي بيدفعه للزوجة بعقد النكاح الصحيح اللي هو الزواج الصحيح وجوبا وبيتأكد هذا المهر كاملا بيتأكد المهر كاملا بالدخول بالزوجة لأن عدم الدخول للزوجة بتأخذ نصف المهر بتأخذ نصف المهر سواء بقى سمي هذا المهر أم لم يسمى لابد لي من تفصيلات كثيرة جدا كمان هذا الرجل أن يدفع لها مهرا طب هما ما يعرفوش المهر وما قالوا المهر كام ما قالوا يسمى لها مهر المثل ايه مهر المثل عمرها كام تعليمها ايه أسرتها شكلها البيئة الاجتماعية اللي عايش فيها بتدفع مهر كام لمثل من كان في سنها من كان في سنها يعني مثلا مهر بنت عمها بنت خالها جاربها مثلا عشرين الف دلال وتتزوجها بلا شهود يعني نكاح فاسد يعني زواج فاسد ودخل بها بيجب أن يدفع لها مهرا هو لم يسمي لها مهرا نعمل ايه نشوف المثل بنت عمها وبنت خالها وجارتها وصحبتها دفعوا كام مهر في زواجها عشرين الف دولار هي بتستحق العشرين الف دولار تستحق العشرين الف دولار الدليل على وجوب المهر على الزوج لزوجته الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا النساء مين اللي هيأتي النساء الزوج الرجال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا أمر والأمر هنا ايه للوجوب يعني ما فيش حاجة بتصرفه ما بينفعش ان الواحد يتجوز واحدة بدون مهر ما بينفعش ولو تزوجها بتوجب عليه الشريعة في بعض المذاهب انه شرط من شروط الصحة وشرط من شروط الصحة بيجب على الزوج ان يدفع لها مهرا حتى ولو دخل بها حتى اي مهر مهر المث السنة المطهرة التي جاءت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أوردت ذلك بالتفصيل جاءت امرأة ووهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا ما يرفض أحد ما يقولش الوحدة لا ولا الواحد لا أبدا ما كان يفعل لكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يريد الزواج منها لم يرى الزواج منها ثم زواجها واحد لما النبي سكت صلى الله عليه وسلم واحد أمو يا رسول الله زوجني إياه زوجني إياها بإذنها طبعا فاستأذنها رسول الله فقط فقال التمس رحات التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد يبقى ذا إيه المهر حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه واحد من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه أرضاه كان رجلا غنيا ثريا في مكة فيوم أن ضيق المشركون عليهم هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار وسعد بن الربيع من الأنصار عمل أعاجيب لا يفعلها إلا المسلم الحق المؤمن الصادق هل اسمع يا أخي أنا عندي ذر كبيرة سأقسمها لصفين واختر أحبهما إليك أحبهما إليك أعطيك إياه من غير شيء خالص من غير أي شيء وعندي أموال كثيرة أقسمها بالنصف بيني وبينك وأحبها إليك خذ وعندي زوجتين أطلق إحداها فتعتك ثم تتزوجها بعد العد حاجة عجيبة جدا من يقدر يعمل كده من الناس ده ممكن الإخوان الصلبيين الأشقاء يبقى بينهم بعض عداوة على شيء زهيد جدا من المال مصبوط ولا لا؟ مصبوط شيء زهيد جدا من المال ممكن يحصل بهم بعض عراق كبير جدا المحاسبي عمل كتاب اسمه التواكم بيقول تعارك أخوان على جدار غرفة عندهم جدار في الغرفة كده في الحجرة ده بيقول هذا من مرافي والتاني بيقول هذا من مرافي بيتعاركوا مع بعض ويكأن الله أنتقى حجرا كإن كده ربنا أنتقى حجرا منين من الجدار قال على ما تتعاركان وعلى ما تتخاصمان لقد كنت في الزمان القديم ملكا على بلدكم فلما مت حملوني إلى المقابر ثم تركوا المقابر سنين عديدة حتى درست يعني اتغيرت معلمة روشي تفنوا فيها وتغيرت معلمها وبعض الناس حولوها كأنه زي فناء أو ملعب فجاء صانع اللبن اللي بيصنع الأواني الفخارية فأخذ جزءا مني من التربت على جسمه اللي تحلل وصنعني إبريقة وباعوني في السوق الملك باعوني في السوق وكنت في يد الجارية فوقعت فانكسرت في يد الجارية وهي بتصب على سندها وانكسرت قال فرموني في الطرقات فحملني صانع اللبن اللي بيضرب الطوب اللي بيعمل الطوب اللي بيصنع الطوب فصنعني حجرة وهاءندى حجرة في جداركم الذي تتعاركون عليه فآلا ما تتعاركون على ما تتعاركون على إيه تتعاركه يعني على إيه على إن اللي بتتعاركه عليه في النهاية الكل ريح للطرق كله طرق اللي بيتعارك واللي بيتعارك عليه كمان كل الدنيا ولله ميراثه السماوات والأرض سعد بن الربيع رضي الله عنه قال له شوف خد نصف المال نصف في البيت خد إحدى الزوجات بعدما أطلقها تعتد وكان عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه وارضاه مثالا يحتذى في العزة والشرف قال له لا يا أخي بارك الله لك في بيتك وبارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجتين أنا مش جاي عشان أقعد منك حاجة إنما دلني على السوق فين المكان اللي بيشتغل فدلوا على السوق وكانتها جوابا عجيبا جدا طبعا لما تسمعوا الأرقام اللي هو سابها كما تجاوز أربعة هو لما تسمعوا ساب الثمن الثمن كل واحدة خادت حوالي 80 ألف دينار دينار يبقى ذهب يا جماعة لما أقول دينار يبقى ذهب أصل الزكاة النصاب الزكاة كل 20 دينار ذهب أصل الزكاة كل 20 الثمن بتاعهم كل واحدة خادت 80 ألف لذا ده في الفلوس الايه الذهب غير الفضة غير الجمال غير الشياه غير الأرض المزروعة غير القوافل للتجارة لذا التم الثمن كان يعني من الناس الذين يحولون الطراب إلى تبر من شطارته وحنكته في التجارة دلوا على السوق بدأ يشتغل بعد ثلاث أربعة أيام بعد أسبوع بعد شهر قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم معاه أقط وعسل سمنا وعسل وهو مروح فالنبي قبله قالوا ميهم يا عبد الرحمن ها كيف عالك قال الحمد لله رسول الله قال تزوجت قال نعم تزوجت امرأة قال وما صدقتها دفعت لها إيه المهر قالت زوجت امرأة على وزن نواة من ذهب النواة اللي هي الخشبة اللي بتبقى جوه التمرة ليه جوء والإيه التمرة دي حاجة بسيطة أوي في ذلك الزمن مش كده المفروض كان يدي أكثر من كده لكنه في بداية حياته ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك بس أنا ما عرفتش إزاي نعرف الأفراح دايما بيكون فيها إيه وليما قال له أولم ولو بشاف أولم ولو بشاف ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مرات عديدة ولم يخذ زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه كما إنه صلى الله عليه وسلم زوج بناته الأربع واشترت لهن المهر طب ليه الحكمة في وجوب المهر للزوجة على الزوجة الحكمة في ذلك بيبين الإسلام عظيم العلاقة التي بين الزوج والزوجة لأن هذه الأسرة الصغيرة هي بناء المجتمع الكبير ثم إن إجابه على الزوج ليه؟ لأنه هو القادر على الكسب والإنفاق وكذلك إشارة إلى ما يفرطه الزواج على الزوج من متطلبات النفقة وغيرها وعليه أن يحسن مسبقاً تخيلوا لو واحد أعادتوا أنتوا تتجدلوا معاه في المهر المهر المثل كان مثلاً عشر تلاتة مثلاً فقال لا أنا ممكن أدفع ألف دولار يبقى ده أول إيه؟ أول علامة على إنه إيه؟ جوش أقصد بخيل صح؟ أول علامة على إنه بخيل الناس بتخاف منه إنما الكريم بيقول لا مفيش مشكلة الكريم مفيش مشكلة وما ينفعش عند الناس حكاية إيه؟ إحنا بنشتير الراجل ومش عايزين مهر ده كلام فاضي بيجي قبل الدخول بيتطلق وبيبقى سببها إيه؟ الكلام الفاضي إنما الرجل الصالح قال لموسى كده لما بنته قالت له يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال له إيه؟ قال له إني أريد أن أنتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج استغل عندي ثمان سنين ده الوجوب إن حبيت تزود سنة بقى فإن أتممت عشراً فمن عندك وبعدين العجيب بيقول له بعدها إيه؟ وما أريد أن أسق علي تخيلوا واحد عايز يتجوز بتقول له من الكلام ده والله شريعة الإسلام ما فيش أسهل منه شوف الشرائع القديمة دي تفيها صعوبة كثير أوي حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين وفى موسى قال أوفى هما وأحسنهما يعني اشتغل عشر سنين رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم موضوع المهر هذا بيكون في البداية مسبق أن يعرف هذا الرجل الكريم أن بخير وهو قادر على أن يلب النفقات ومتطلبات زشته ولا لا كما أنه كمان فيه تكريم للمرأة التي دخلت في طاعته وفي كنفه طيب ما هو المهر؟ إيه مقدار المهر؟ اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر المهر بلوش حد لأكثر المهر سبحان الله أنا من أعجب الأمور اللي مرت علي في موضوع الزواج جالي واحد بيتزوج فتاة عربية مسلمة وقال لي يا شيخ اكتب المهر سبعمية وخمسين ألف دولار تلت تربع مليون هنا في مسجد الأنصار فقلت له أنا ما بكتبش الأرقام اللي ما بعرفش حسبها أنا بكتب الأرقام المعروفة ده مقدم ودفعهم فقال لي يا شيخ أنا تاجر ألماص أنا تاجر ألماص والمبلغ ده لا يمسوي شيء في الثروة بتاعتي وأنا أعطتها هذا المبلغ وهي قالت أعطاه لها سبعمية وخمسين ألف دولار أعطاها هذا المبلغ سبحان الله اللي ربنا أعطاه اللي ربنا أعطاه خلاص هذا رزق هذا رزق هذا رزق اللي معهوش بقى يبقى ملوش حد لأكثر المهر ملوش حد لأكثر طيب لما غلت المهور على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وعزم للحد من غلائها في إحدى الخطب قامت إليه امرأة وراجعت وبيقول للناس اتقوا الله في الشباب ولا تبالوا في المهور فقالت له أنا لك هذا يا ابن الخطب جبت الكلام ده من إين وهو أمير المؤمنين فقد أعطانا الله وأرضانا والله قال في القرآن ولو أردت مستبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قنطارا قنطار ده إيه مال كتير أوي مش سبعمية وخمسين ألف لا أكثر من كده كمان فلا تأخذوا منه شيئا عمر وقل وقال كلمته المشهورة قال أصابت امرأة وأخطأ عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر ليه؟ لأنه كان وقافا عند كلام الله سبحانه وتعالى وعند سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أدنى المهر اختلفوا ما أنا جايي هو الحديث أنا جاي لكل الحاجات بكم أما أدنى المهور اختلف الفقهاء فيه اختلاف يسير بعضهم قالوا لا مهر أقل من عشرة دراهم هذا حديث في نيل الأوتار اخرجوا الضرق قطني وضعفوا وقالوا ان هو يعني بيعتبر حوالي ربع دينار ما يشاوي ربع دينار لو ما تقطع فيه اليد في السرقة أو ثلاثة دراهم أو ربع دينار يبقى لا مهر أقل فيه ناس ضبطوا بالعشرة بالعشرة يعني حوالي دينار وربع وبعضهم ضبطوه بثلاثة دراهم من الفضة يعني ربع دينار من الذهب من الذهب إلا إن الإمام الشفعي والإمام أحمد قالوا لا حد لأقل المهر كما لا حد لأعلى لا حد لأقل لأقل المهر وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها رجل فقال لها أتزوجتي قالت نعم فقال لها رسول الله وما كان صداك قال أحضر لي حذاء جاء لها حذاء خلاص رضيتي رضيتي خلاص هي رضينا من نحن هي رضينا فدعا لهما بالبركة وربما يكون المهر ده شيء معنوي من الشرط يكون فلوس وليكن ذهب لما الراجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أرد أن يتزوج وقال يا رسول الله زوجني هذه المرأة فقال ما معك من القرآن فقال معي صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا قال حفظها هذه الصور فذلك مهرة وذلك بعض الأخوات كمان في الزواج بتشترض على الزوج مثلا أنه يحفظ سلط البقرة أو يحفظها سلط البقرة أو يحج ويحججها يعني قد يكون مال أو قد يكون شيء معنوي يعني شيء تعبدي لكن الأولى عموما من جمع الأحاديث وإن كان القرآن الكريم قال قنطارا وآتيتهم إحدى هنا قنطارا إلا أنه مندوب من السنة الأحسن والأفضل التيسير في المهور وإنتوا في أمريكا شايفين الناس يروح للعربية يقولوا خمسة عشر مؤدم وثلاثين واربعين مؤخرا يقول طيب أنا راح أتجاوزي الأمريكية مش هتطلب مني ولا سنتها دي أميد دولار وتبقى موافقة على الزواج هذه مشكلة كبيرة جدا هذه مشكلة كبيرة جدا هذه المشكلة كيف حلها نعمل إيه نمشي للسنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عدم المغالاة في المهور والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيصره مؤونة وفيهوش تكلفة كبيرة جدا إحنا بنشوف الناس بيشتركوا أمور عجيبة جدا من ضمن الشروط هتأمل الحفلة فين وهتجيب لها الفستان منين وهتجيب الأكل إيه والططة شكلها إيه وطولها وعرضها شكلها إيه ولازم تروح للكوفر الفلاني الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني الله أكبر هذه ليست ليست أيصر مؤونة إنما هذا تشدد في العلاقة ما بين الشباب الناشئ مع البنات اللي إحنا عايزين نسطرهم تحت مضلة الإسلام عايزين أسر مسلمة ولذلك بتنتشر للأسف الشديد العنوسة العنوسة بين شباب أو بنات المسلمين للأسف الشديد بتعدد تلاتين والخمسة وتلاتين والأربعين كمان ولم تتزوج أو لم يتزوج ليه من هذا الأمر من هذا الأمر إنما التيسير بأمر مهم جدا في حديث آخر لعمر أو كلام موقف على عمر قال لا تغلو مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقرى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله ما دفع رسول الله صدق صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثمتي عشرة أوقية يعني بيدل على إنه إيه على إنه قليل في المهر يسير التيسير أمر مهم جدا طبعا غني عن التفصيل إن نحن نفصل موضوع المغالاة في المهور ده لأنه بيترتب عليه يعني أشياء كثيرة جدا عزو في الشهر عن الزواج انتشار التعنص وبالتالي لما بيقل الدين عند الناس بينتشر الفجور والزنا والتعقيد النفسي بتبقى البنت بتبقى بين بابين إما باب تنحرف الحرام أو تقعد في البيت بقى يجيلها اكتقاب نفسي وتتعقد من الناس كلهم بسبب مغالاة المهور إنما التيسير أمر مهم جدا بعيد عن العقد النفسية والاجتماعية لكن الإسلام بيعالج هذه الأمور بشيء من الوقاية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة قليل المؤونة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث اللي احنا ذكرنا لأوقاته المرأة تراجع عن فرض تقليل المهور على الناس وحده في حد معين لا يجاوز يعني عايز يعمله يقول مثلا مثلا المهور عشر تلاف دولار مثلا هذا فرض على كل المسلمين لا راجع عن ذلك راجع عن الفرضية هذا قال لا لكن الأولى والمسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليله نزولا إلى ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عشان يسهل على الناس موضوع موضوع الزواج فالحل الأمثل إن احنا لا نقنن المهر إنما نيسر المهر نيسر المهر المهر ده لي أحكام والمهر حكم من أحكام العقد الصحيح وأثر من آثاره وكذلك حتى لو كان الوطء اللي هو الدخول يعني الجماع بشبهة زي الزواج بلا شهود مثلا أو الوطء بعد نكاح فاسد بيطر رتب عليه المهر كما قلنا بيلزم الزوج بمجرد العقد الصحيح سواء سمى فيه المهر أو لم يسميه بذنجوف اللي مثله وبندفع للمرأة هذا الحق هذا الحق إلا إنه المهر له طرق عند الناس إذا سميه فيه مهر ثبت للزوج المسمى رح قال لهم أنا يا جماعة الخير أريد أن أتزوج ابنتكم طيب إن شاء الله نتفق على كل شيء الفرح هيكون شكله إيه من اللي هيجي من أهلك إحنا موافقين عليكم من حيث المبدأ بنجد رأي البنت والبنت وفقت طيب المهر شكله إيه هتدفع إيه قال هتدفع خمسة مؤدم وعشرة مؤخرة مثلا مثلا إذا ده اسم مهر إيه مسمى يعني مسمى يعني معلوم يعني معلوم يكون معلوم فإذا كان مسمى ثبت بهذه التسمية يثبت بهذه التسمية لكن بيتأكد إمتى عند الدخول بيتأكد عند الدخول لأن قبل الدخول لو حصل طلاق فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم سميتم أعلمتم وحددتم وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم نصف نصف إيه نصف المفروض المفروض كام قلنا خمستاشر ألف وحصل الطلاق قبل الدخول وما حصلش إبراء من المرأة ولا حاجة وهو كان السبب في الطلاق بتاكد سبعة ونصف جبادهم خمسة وفضل عنده عشر يبقى خمسة وعشر خمستاشر نصفهم كام سبعة ونص كلام واضح كلام واضح هذا إذا كان قبل قبل الدخول طب الدخول ده أصلا المفروض الدخول بيكون بإيه بإذن الولي في السنة الدخول بإذن الولي طبعا قد عدع المرأة ودخل عليها من وراء أهلها وجوم الطلاق قبل ما يحددوا مع محددين معوعد الفرح مثلا مثلا يعني في العيد الكبير احنا لسه سبعة من الغبز الزباية له في العيد الأطح ده معادي الدخول الذي أذن فيه مين الولي وهم عقدوا في إمتى في عيد الفطر عقد أصبح الزوجة لكن منتظر الإذن من مين من الولي بالدخول وحصل دخول من غير الأهل ما يعلموا في الحالة دي لأ نصف المهرة للمهر كامل كامل يعني العبرة بإيه؟ بالدخول العبرة بالدخول العبرة بالدخول طب إذا لم ينص على المهر ما نصش على المهر في العقل ولم يسم فيه لم يقل يعني كام الرقم بتاعه بنعمل إيه؟ بنعمل مهر المثل طب واحد عمل مهر المثلا مثلا يعني حاجة محرمة قال مثلا هيجيب لأه أشد خنزلت ربيه هيدين لها اللكر ستوري يكتبه لها ماذا كده؟ بيبيع خمرة الخنزير يعني ها؟ هكتب لها اللكر ستوري هل هذا مهر ينفع؟ لا ما بينفعش ما بينفعش إنما بيقدر بكام ويدفع تمنه هم؟ أو بنرجع لمهر الايه؟ لمهر المثل لمهر المثل طيب جماعة بقى حابوا يخترعوا دين وقال لك إنا عايشين في أمريكا والنساء في أمريكا لتطلب المهر فخلينا أديلك بنتي بدون مهر والنص كده على العقد في العقد إن ما فيش مهر فيين في العقد ها؟ تزواجها بايه؟ بلا مهر بلا مهر هل هذا كلام صحيح؟ طيب هل ينفع نقيسه على البيع؟ يعني البيع لو أنا ببيع بيع والبيع فاسد ممكن أرجع في البيع لكن التاني تجوز هل ينفع نقيسه عليه؟ لا بيستثنى منه الايه؟ الفروج استثناء الفروج لأنما بناخد استحسانا إيه الاستحسان بنعمل فيه إيه؟ الشرط الفاسد يلغى سيدنا النبي قال المسلمون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا يبقى الشرط اسمه شرط إيه؟ فاسد يبقى كأنه لم يكن نعمل فيه إيه؟ نشوف مهر المثل ونديها المهر ونعطيها المهر إذا كان بعد الدخول أو قبل الدخول بتأخذ نصف نصف إيه؟ نصف المهر حقوق المتعلقة بالمهر حقوق كثيرة جدا المهر له بيتعلق اتباءا بحقوق ثلاثة حق الله لأنه الذي فرض وحق الزوجة هذه ناهية التي تأخذ وحق الأولياء الذين يطالبوا به وبيتعلق به بعد ثبوت في ذمة الزوج حق واحد هو حق مين؟ حق الزوجة مرعاة حق الله إزاي؟ إزاي بالراعي حق الله سبحانه وتعالى في المهر لأن المهر حكم من أحكام العقد الصحيحة وبين نصف عليه في القرآن الكريم بيثبت بمجرد العقد سواء في ذلك بقى أسمى المهر أم لم يسمى نفاه أو ما يعرفش ما يعرفش المهر أنتوا عارفين فيه ناس يعمل ما بيعرفوش الأمور دي عند المسلمين هنا في أمره وأنا حكت لكم قبل ذلك أن فيه واحد كان متزوج امرأة وطلقها هالنهاردة وكان واحد بيساعدها في ذلك الأمر بعد ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام وما لقيت مراته الأولى بتتصل فيه بتقول أنت عارف فلان وقلت لها آه جالي في مشكلة كان بيساعد واحدة أنت مين حضرتك؟ قلت لنا مراته وأنا هديلة وجد بعيالها التلاثة بعيالها التلاثة هو قال أنه مش متجوز وتجوزها بعد ثلاثة أيام بدون عدة ما فيش عدة بعد ثلاثة أيام روحت له المحل اللي كان شغال فيه وصاب البلد ومشهل قلت له قلت له يا ابني هذا ليس زواجة هذا زنب هذا يا ابني ليس زواجة وعلى المرأة هذه من الآن أنت منفصل عنه اسمه فسخ والمرأة دي عليها عدتين مش عدة واحدة العدة الأولى استبراء من الأول والعدة الثانية استبراء من دخولك ثم إذا شئت أنت تزواجها يبقى بعد العدتين إن شاء الله بعد ثلاثة قرؤ والقرء اللي هو يعني ممكن جلسة وخمسين يوم ممكن يوصل لثمانية وتمانين أو تسعين يوم أو آه حاجة زي كده بالشهور العربية بالشهور العربية هذه القرؤ الثلاثة القرء الواحدة اللي هو الشهر اللي هو الطهر بيتخللوا إيه حيضا آه اسمه قرؤ ثلاثة قرؤ يعني ثلاثة آه تقريبا ثلاثة أشهر قد يكون ستة وخمسين يوم إلى أعلى زي ما قلنا حوالي تسعين يوم أو حاجة وتمانين يوم فقال لي لأ أنا عملت جوجل الشيخ جوجل بن ياهو دخلت عليه ولقيت فيه شيخ بيقوله قد سوكيت جواس قدت له يا حبيب ما فيش حد بيقول هذا الكلام أبدا من المسلمين من كل طواقف المسلمين سواء المسلمين المعتدلين أو المسلمين المنحرفين من الشيعة أو التوارس أو الإضابية الكل بيقول لابد من العدة والأحكام واحدة عندنا وعندهم في هذا الأمر في هذا الأمر لأن يا حبيبي الأصل في الأشياء الإباحة في الأشياء كلها الإباحة إلا الفروج الأصل فيها التحرير ما ينفع يبني ذكرت له كثير من الأدلة فقال لي إن شاء الله سأفعل بعد يوم لم أسمع عنه إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا هذه مصيبة الجاه ثم العناد جاه لثم في كثير من الناس ما بيعرفوش هذا الأمر يبقى لابد من إيه من تصحيح هذا الأمر من تصحيح هذا الأمر وأنا ذكرت لكم يعني في بعض المسلمين كمان عندهم خلل نفس في التفكير الله رحمه أخونا من التجار هنا جات له بنت أمريكية بتشتري منه لحمة وبتقول له أنا عايزة لحمة حلالة فقال لها إنت مسلم ما قالت له لأ الضغراح الشخص اللعظة عندهم أمراض نفسية وانفصار انفصار في الشخصية مصيبة كبيرة جدا جدا يبقى لابد من إبهار هذه الأمور للناس قلنا أن المهر متعلق بحق الله لأنه حكم من أحكام الزواج ومرعال حق الزوجة لأنه إن لم يفرضوا واجب لها أن يكون مهر المثل طب يفرضوا هم بيعادين مع بعض وبيتناقشوا مع بعض في المهر كبه وقال والله أنا أختاك كبيرة لما تزوجت العام الماضي أخذنا مهر مثلا مثلا 15 أو 20 مثلا يعني فإحنا عايزين المهر بتعديل البنت زي اختها إذا ما كانش زيادة زي اختها فقال له والله عمي أنا ما أقدرش أدفع المبلغ هذا أنا ممكن أدفع 10 5 مقدم و 5 مؤخر أو 2 مقدم و 8 مؤخر يعني كده أولا أدفع 5 والولي رضى والبنت وافقت على ذلك إن كانت بالبة عقلة ورد أنه يحط عنها يحط عن الزوج ورده مدالة خلاص خلاص هذا زواج صحيح هذا زواج صحيح مراعاة لحق الولي في المهر واجب أن لا ينقص عن مهر المثل يعني ما يجي يتكلم مش من الأول كده يقول أنا بشتير الرجل وإذا يدفعه تدفعه هذا كلام خطأ هذا هؤلاء حجصين بيجذبوا بدليل أن هم بيتعاركوا مع بعض بعد كده على أقل الأشياء على أقل الأشياء بيتعاركوا لو كانوا صادقين يوضحوا الأمور يوضحوا الأمور وأنا ذكرت لكم سيدنا موسى عليه السلام مع ذلك الرجل الصالح وسيدنا محمد مع علي قال له قال له عايز تتجاوز فاطمة قال له عندك فلوس قال له ما عنديش قال له عندك الدرع قال له آه قال له الدرع اللي أعطولك ده بكام أروح بيعه بأو أروح درهم فكان صادق مين صادق السيدة فاطمة مهرها هذه أمور واضحة أمور واضحة يجب أن تكون في جهنية المسلمين فواجب أنه لما بيتكلم عنها بيتكلم بلسانها لا يبخص لها حقا لا يبخص لها حقا بعض الأزواج عندهم نفسيات مريضة المفروض يخشون المسلحات العقلية لما بيتهاون أبوها في المهر معاه بيقول لها إيه بيقول لها ده أنا أخدتك بال عارفين مش كده أنا أخدتك بالرخيص مصبوط بعيرها مع أن أبوها أكرم المفروض يعمل إيه هل جزاءه الإحساني إلا إيه لكن هذه مصيبة هذه مصيبة عند الناس المرضى النفسيين فلابد أن ننتبه لهذه الأمور ننتبه لهذه الأمور الحقوق هذه المتعلقة بالمهر اتداءا وبقاءا من هذه الحقوق تعجيل المهر أو تأجيله مثلا يعني يجوز أن يدفع المهر كله مقدم ويجوز أن يجعل المهر كله مؤخر ويجوز أن يجعل المهر ويجوز أن يجعل المهر جزء منه مقدم وجزء منه إيه مؤخر ويجوز أن الجزء المؤخر أن يضع فيه شرطا بأيهما الأجلين قضى يعني حصل طلاقي دهولها أو مات تأخذه من التركة يجوز لكن الأولى البلاد دي يخذوا بالك بلاد دي لما يكون في زواج المهر لو ما أخذوه في الأول زي ما كانوش أسر يعني لأن الأسر بتقف عند حدود الشرق بألم كبير بنتكلمه معاه وبيحلوا مشكلة لكن لما يكون الناس عاديين كده بيقول لا فيه مهر ولا فيه أي حاجة ما فيه أي مهر مش هاد فيه مهر لو عايزت تطلق بالإسلامي لأن الطلاق الأمريكي ما بيكونش طلاق صحيح لبدا فك الارتباط المدني فاضل للطلاق الإسلامي في هذه الحالة إذا كنت عايزت تطلق تخلع نفسها تخلع نفسها أو تبريني من الحقوق المالية فإذا أبرطني من الحقوق المالية سوف أعطيها الطلاق الإسلامي هذه أمور مهمة جدا جدا ولم يحدث يعني عندنا على مر السنين اللي نعشتها هنا في المحكمة في سنة آنا إلا أخت واحدة خلت الورقة الإسلامية وطلعت بيها للقضية وكتب قضية جديدة مش عارفة الدستور كويس مش عارفة القوانين كويس فحكمت لها بالمهر حكمت لها بالمهر مثل الأحكام الإسلامية لكن محام الخصم رفع القضية للأعلى للمحكمة الأعلى فرفضت ذلك الحكم أن هذا الحكم لا يعرفوه إنما عليهم أن يلتزموا بالقانون الأمريكي بالقانون الأمريكي لذلك التيسير مع أغذي جزء منه في البداية أفضل من تأجيله أي من تأجيله كله يعني حكاية دينار ذهب وخمسة عشرين مؤخر واربعين مؤخر وخمسين مؤخر في الغالب بتبقى مشكلة ولما نيجي نقول المهر نقول القدر اللي أنا أقدر أدفعه اللي أنا أستطيع أن أدفعه وينبغي على الأسر اللي عندهم بنات عفيفات طهيرات صالحات ثمان يرعوا ذلك الأمر عشان يسهلوا على المسلمين الحياة وما يعقذوش حياة حياة المسلمين فيجوز التأخير التأجيل أو التأجيل أو جزء معجل وجزء مؤخر لكن الأولى أن يكون أن يكون جزء معجل وجزء مؤخر في هذه البلاد يعني وإن كان كله معجل يكون أفضل يكون أفضل يكون أفضل وإيه جزء الاتفاق على ذلك بهذه الأشياء لأن فيه خطير فيه أمر خطير جدا الناس ما تنتبهش إليه يقولك إيه أنا أكتب لها مهر صلاة العشاء يديني أربع دقاء بس أخير ما تنتبه؟ لا أشكر حقا ما تنتبه؟ هل تنتبه؟ لا أسف إذنبه يقول إيه؟ أنا بشتري راجل اديني دينار ذهب وخمسين ألف مؤخر تقول له يا عمي يقول لك يا راجل هو فيه حد بياخد حاجة مم قال هذا؟ المرأة بتستحق بمجرد الدخول للمهر كابلا يعني المهر المعجل إذا لم يشترط أيما الأجلين المهر المعجل ده في هذه الحالة في هذه الحالة بعد الدخول إذا فنبته وهو قادر لازم يتفحها لازم يتفحها ويا جوز لا أنت تنازل عنه فأنتبن لكم عن شيء منه نفسا فأكلوه هنيئا مريئا الزمحيتك ماشي بس أنا عارف الستات بيسألهم أنه والله مجرد ما تسمعش فلازم يدي لها كل حاجة آه عاسب الموت فلازم يديها كل شيء كل شيء لازم يعطيها كل شيء ده أمر مهم جدا في بعض الناس بيحطوا أرقامه مش في ميته أن يدفع ذلك الرقم صح أو ليس صح؟ اسمعوا بقى النبي بيقول إيه؟ من تزوج بصداق ولم ينوي أداءه فهو زان صلى الله عليه وسلم عن كيف؟ وكمل الحديث ومن استدان ديناً ولا ينوي أداءه فهو سارقة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن ننتبه لهذه الأمور حتى تظل بيوتنا إن شاء الله بيوت مستقرة لكن الأمر الأخير اللي أنا أحب وأتمنى أن كل الأخوات يساعدون في ذلك اللي هو عدم المغالاة في المهور والتيسير على شباب المسلمين والمساعدة لبناء أسر أسر المسلمين ودائماً الناس لما تتزوج يعني بعضكم متزوج من عشر سنين أو من ثلاثين سنة أو من أربعين سنة أو من خمسين سنة يوم ما جاء زوجك ما كانش راجل غني ولا حاجة إنما كان لسه بيبدأ حياته ثم الله سبحانه وتعالى أعطاه رزق وفير عندما حصل الزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله أن يكون في عونهم منهم الله أوجب على نفسه حق على الله أن يكون في عونهم منهم الناكح يريد العفاف اللي بيتزوج ويريد أن يعف نفسه ثم الله يغنيهم بعد ذلك إن يكونوا فخراء يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى ربنا يبرك فيكم وإحفظكم ويتقبل منا ومنكم واجعلنا إياكم ويجعل بيوتنا بيوت اجعل بيوتنا بيوت آمنة مستقرة ويكتب لنا ولكم السعادة إن شاء الله وربنا يغني المسلمين كلهم من فضله والغنى ليس غنى مال فقط إنما الغنى غنى لإيه؟ النفس بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر